توفي نائب رئيس الجمهورية السوري الأسبق عبد الحليم خدام في العاصمة الفرنسية باريس عن عمر يناهز ثمانية وثمانين عاماً وكان الراحل محل ثقة الرئيس السوري السابق حافظ الأسد منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عسكري عام الف وتسعمائة وسبعين ففي العام نفسه عينه حافظ الأسد وزيراً للخارجية حتى عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين لعينه بعدها في منصب نائب رئيس الجمهورية بعد وفاة حافظ الأسد وسلام نجله بشر الأسد ترجعت علاقة خدام بها الحكم قبل أن ينشق وعلج إلى باريس عام الفين وخمسة